السلام عليكم مصدقائي ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سيتناول مواضيع مختلفة منها أن أبو جهل لم يفعل ما فعله الرسول وأن الأخلاق السيئة لا يصبح صاحبها قدوة للآخرين وأيضا مثلا يحتذا به طوال التاريخ وأيضا سيتناول موضوع موضوع الإحياء الدين وأصلاح الدين وهل نحن بحاجة فعلا لإصلاح الدين أيضا سيتناول موضوع ثقافة الاجتناب والدينية اللي يعتبرها ثقافة دينية منحطة والتناول موضوع معروف وهو هل أن الدين حاجة فعلا أيضا سيتطرق إلى قضية المؤمن الفرفور والفرق بينه وبين المؤمن الصرصور هذا بطرافة نوعا ما الأنوان لكن الموضوع بالأعكس يعني يثير الغضب عند البعض أيضا سيتناول هل نحن بحاجة لنشر ثقافة الغزو والسلب الآخرين وسبي نساؤهم وأعراضهم وهاتك أعراضهم وأيضا سيتناول موضوع رد على حجة أن الإسلام شرع الرق وأقر وجود الرق لأنه ظهر الإسلام وكان الرق موجودا قبله كذلك سترد في الختام على خدعة أو فرية أو إدعاء أن الدين هو دين يأتي للإنسان بالفطرة أن الدين هو الفطرة وأن هذه القضية برأيي سأثبت بطلانها التام عموما هذه مواضيع متعددة لكنها كل تدور حول قضية ساسية قضية ظهور الإسلام والثقافة التي نشرها والأخلاق التي نشرها التي كما يقال بأنها هي مختلفة عن الثقافة السابقة عليه وأن الثقافة السابقة عليه هي ثقافة جاهلية وتخلف واستبداد وظلم وانتهاك للأعراض فلنرى هل أن هذا الأمر فعلا حصل كما يعني كما يشاء بين الجميع أو آمن به الجميع أم أن العكس هو الصحيح فكونوا معي وبالمناسبة هذه المواضيع متعددة وتوقع راح يكون الفيديو طويل فراح أخلي روابط على كل فقرة أو كل موضوع تفصيلي داخل بالدسكريبشن ممكن تدسون أي فقرة تروحون عليها مباشرة داخل الفيديو بدون ما تمرون على الفيديو بأكمله من بداية إلى النهاية ممكن تختارون اللي هي أجبكم حتى لا تضطر شوف الفيديو بأكمله أرحبكم مرة أخرى وأتمنى أسمع آراءكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع شويه هو المفتوح لكنه كله يتعلق بالإسلام المبكر أو الباليو إسلام سمي الإسلام المحمدي الأول الذي بعد ذلك أصبح شيء مختلف وسأتناول في فيديو قادم أنه فكرة أنه هناك أن هذا الإسلام هو إسلام جديد واختراع إله جديد ومع ظهور شخصية جديدة مختلفة تماما عن الآلهة السابقة عليها وأن هذا الإله الذي يدعى الله لا سابق له وأنه اختراع سياسي وإسلامي راح أدخل بالتفصيل في الحلقة القادمة حول هذا الموضوع أتناوله وأيضا بالوثائق والأركيولوجيا يعني المستمسكات الأركيولوجية الآثارية وأيضا النقوش وكذلك العملات المعدنية ولكن مو بالطريقة السمجة اللي نعتبرها السمجة اللي كثيرين نتحدث عن نفو وجود مكة ونفو وجود نبي نفو وجود كثير من الأشياء هاي كلها راح أعرض عليها في الحلقات القادمة المهم الآن راح أتناول الموضوع أو الأخلاق التي نشرها الدين الإسلامي والتي ما زلنا نمارسها حتى للحظة فكونوا معي أبدأ الآن أولا أقول بأن أبو جهل لم يفعل ما فعله الرسول محمد بن عبد الله وهذا اسمه الكامل برواية الرواية السائدة وأقول بأن الأخلاق السيئة لا يمكن أن يصبح صاحبها قدوة للآخرين أي إن كان هذا الشخص إن كان وضيعا أو رفيعا فالأمر سيئة الأخلاق السيئة هي أخلاق سيئة وأخلاق سيئة وفقا لمقاييس المجتمع الذي ظهرت فيه وزمنه وظروفه أذن أقول لنا تبرير الغزو والسبي جريمة وتواطئ هذا من جانب آخر هناك كثير من الناس يبررون كل ما حصل داخل الإسلام وتاريخنا بأكملة بحجة إن هذا هو ما حصل وإن علينا إن هذا أمر مشروع وممكن وجائس نعم ممكن نصمت أو نقل يعني أنا ممكن نصمت عندما نسمع بأنه الرسول غزاقهم وقتل أب وزوج وأخ لأمرأة وبعد ذلك في نفس اللحظة دخل عليها ونام معاها واعتبرها الزوجة إله هذا الأمر الآن يعني لا يمكن إنسان عاقل يتقبله ومن يقول بأنه هذا الموضوع كان قديما ولا ينطبق على واقعنا الحالي فهذا الكلام مردود ولن يقبل به أي رجل دين أي كان نوعه شيعي سني متطرف مؤتدل إصلاحي مهما كان نوعه يرفض هذا الكلام المهم اللي أقول إحنا ممكن نصمت على هذا القضية الهدف الآن من هذا الكلام لازم ننوه بأنه مو أنه أنا ريت أقول بأنه علينا أن نتصدع للإسلام وأنه نصير عدو للإسلام يا عدو الدين لا مو هذا الموضوع الموضوع هنا أمامنا مشكلة يجب مغالجتها وراح أتطرق لأنه ثقافة الاجتناب هاي المشاكل راح أتطرق لفقرة لاحق أقول بأنه إن سياق يعني ممكن نصمت عندما نسمع هاي الأخبار اللي أصبحت مشاعة جدا فأمامنا خيارات أما أن نصمت يعني نخليها سكتة أو ما نمشي على هاي الأخلاق أو نقل نرفضنا لهذه الممارسات بطريقة أو بأخرى في الحالة الصمت أي الحالة الأولى راح نحن نأدي عملية مهمة جدا راح نقلل من دعم من يناصر هاي الممارسات اللي أخلاقية بمقاييس هذا العصر وفي المرحلة الثانية راح احنا أو في الحالة الثانية عندما نعلن رفضنا هاي الممارسات احنا راح نمنع انتشار الممارسات من هذا النوع وبالتالي احتمالية احنا تعرضنا احنا واهنا للحال نفسه ممكن تيجي جماعة من خارج منطقتنا يغزونا أو يأذونا أو يضربونا بحجة أنه نحن كذا وكذا وكذا وينتهي يكون عراضنا وينهبون ويسلبون كما حصل في الماضي المحمدي أما الإنسان المؤمن أو بالأحراه هو العبد المؤمن ماكو إنسان المؤمن ليس بإنسان هو إنسان محسوب ضمن القطيع قطيع الديني أو القطيع التوحيدي فهو هذا العبد المؤمن أمام أن ينساق مع عادات مجتمع الغلط كلها من البداية للنهاية فعليها فقط واجب الدواجب وحيد أنه ينظر حياته لأن يبرر هذه الممارسات ويعتبرها مسألة مقدسة أو لا يجوز من المس بها هو يعني يصرف كأي روبوت أنه يقرب بس يدافع ما يقرب يعني أنه هذا الشيء هو تعود عليه ونشع عليه يدافع يعتبرها مثال يحتذى به على مدى الزمان مر الزمان راح يكرر عن تلك الأحداث التي صارت في تاريخ الإسلام ونشوء الإسلام المبكر فهو إنسان إذا كان مؤمن فعلاً يعني إذا ما قلنا هذا عبد مؤمن فقط وشوية يفهم أو يعرف الحقائق أو أدى الطلاع على التاريخ ويتقبل هذه الحقائق واعتبرها قضايا مقدسة فأنا قل له أنت مبروك أنت أصبحت إنسان مجرم ومتواطئ وتحث على الإجرام وأنت سبب رئيسي من أسباب تخلفنا التقبل العام للخطأ بالخطأ والتحجج يعني أكو أكو حل آخر عند البعض أنه تقبل بشكل عام هذه الأخطاء الأخلاقية يعني ما تحدث عن الدين الآن الدين هو يجي بعدين التقبل عام لهذه الأخطاء والتحجج باسم هذه العمومية أنه يعني الناس ما يشهيش ويعني نرقص مع الناس كما يرقصون ونعزف ونمشي على يقاعهم فهذا التحجج بهذه المسألة لأن المجتمعات الآن ليست مجتمعات من فردة ومن عزلة أنت الآن الزبالين مع احترامي لهذه المهنة العظيمة هؤلاء الآن احتجوا على الشيء فالبلد بأكمله يوقف على الرجلية يعني يعني يقعد يوقف فكل شيء مترابط الآن ماكو شيء مو مثل قبل يعني كل قرية من عزلة البوحدة اتصالات بسيطة ماكو شيء قرية ممكن طول حياته أو وما يقرف أي ناس على بعد 10 أو 20 كلمة فهذا موضوع مختلف الآن احنا متصلين مع بعضنا بطريقة لأن الاتصال وإحنا نايمين يوميا نفتح التليفون نتصل بالعالم كله أو نتعرف على كل شيء المهم التقبل العام للخطأ والتحجي بسيطة أيضا كما قلت وهي سبب كوارث التي تسبب بدليل أنه من أبينا ما أتعرض واحد من أحبة أو أقاربة أو ما أعرف للقتل أو السلب أو النهب أو الغيش أو الظلم كلنا لا يوجد أحد حتى الإمام لم يمروا بحروب كلنا تعرضنا إلى هذه المشاكل التي تخرب الألاقات فيما بيننا وبدليل أنه عندما تشب نظام النظام الأخلاقية في العالم الغربي مثلاً أو اليابان أو دول المختلفة ما يتم شئ اسم كذب وغيش ونهب وسلب وفساد ورشاوة فهذا ما موجودة إحنا عدنا لسبب بسيط أنها موجودة وترعاقنا وما زلنا نكبرها مقدسة النبي كان معروف وهذا المسألة لا يمكن إخفاءها وممكن ستحدث والذين يحاول يقفيها أو يتجنبها ستحدث عنها مثلاً النبي كان يغزم وينهب ولم يكن إنسان عاقل ينكر هذا الموضوع الذي هو غير العاقل إنسان غير العاقل يبرر هذه الأفعال بحجة شتى وكلها طبعاً الحجة باطلة وممكن رد عليها ويعرف أيضاً أنه ممكن رد عليها لكنه مجرد ينابز ويعني يتعنطز بطريقة يعني ينسوي روحة بطلة أو ذكية أو يستخدم عقله بطريقة سيئة العقل العاطل يستخدمه بطريقة الخبيثة كل هذه الحجة هي والتبريرات هي مضمونها واحد هو هذا ما وجدنا عليه أباءنا يعني وحشر مع الناس عيد ويعني الحقيقة هي لا حشر مع الناس عيد ولا بطيف إحنا في أسف المراتب الأمم والشعوب وهذا بسبب تحويلنا هذه التصرفات اللي هي ابنة زمنها في أقل تقدير حولناها إلى قوائد شرعية وأخلاقية ودينية تنطبق على جميع بل صارت علوم شرعية وفقهية ولا يجوز ولا يسمح لا يسمح لأحد بالحديث عنها أو مناقشتها لأن هذا علم كامل بشاشع كبير ضخم يعني أعقم من كوانتم ثيوري يعني قراضرين نسبية وهذا لا مو بكيفة كتتجيتها المهم نرجع للسؤال الفقرة ثانية أتحدث عنها أنه هي هل كان الرسول على خلق عظيم يقول القرآن وأنك على خلق عظيم وقال الرسول بأنه أنه أتالي معك يؤتمم الأخلاق يعني هكذا يعني أنك على خلق عظيم هكذا يصب القرآن الرسول الذي جاء به بنفسه أي أن الرسالة التي يحملها هذا الرسول بها داخلك وكلام يمدع بها حامل هذا الرسالة وهذا طبعا طبيعي أنه أنت ما تختار رسول إلا أنت تحبه وتحترمه طبيعي يعني ما أدخل الموضوع أن الله أرسل محمد أو لا وهذا موضوع بعد ذلك ستترك الموضوع بحلقة السابقة القادمة وأتحدث عنه من هو هذا الله الذي نتحدث عنه قبل أن نتحدث من هو هذا الرسول السؤال السؤال هو قال أنك على خلق عظيم ما المقصود بهذا الخلق ما هي مواصفات هذا الخلق يعني تحدثون بعض أنك على خلق عظيم وكذا ولكن تعال حدثني عن هذا الخلق فهمني ما هو هذا الخلق أنك على خلق عظيم دعوني ما هو هذا الخلق من الظرف الأخلاقية ليس مسألة مكتوبة على اللوحة المحفوض حتى تتجي هي أخلاق وليدة الظرف وليدة وليدة البجتمع مواصفات هذه الأخلاق بالتالي اللي يتحدث أن هذا الرسول اللي هو على خلق عظيم أن ما فعله وما قاله وما كل شيء قام به هو هذا نموذج الأكمل للخلق وهذا الرسول بالتالي علينا نرجع ونشوف ما هو هذا الرسول اللي من خلال أقواله تأسست بها كل معارفة وأصبحنا أحنا أصبحت أقواله وأفعاله وكل ما قام به هو أساس الثقافي والروحي والإنساني الذي نعيش ويعني نمارس حياتنا وحتى تشريعاتنا على أساسها هذا الرسول يقول أنه رزقه تحت رمحة وأنه نصر بالرعب وأن الآخرين عندما مجرد أن يسمعون بقدومه إليهم على أميال وكيلومترات بعيدة يصابون بالرعب هذا الرسول هو هذا الذي على خلق هذا هي الأخلاق التي يتحدثون عن هذا الرسول أنا الآن لا أقيم أنا أتحدث عن الأمور كما هي ويأتحدث عن الناس ويأعرف أن هناك الناس يقول لك أنني اتحدث لك لأنني كنت تتحدث بشيء وبدل أن يناقشك بالموضوع سيأتحدث لك شخصيا وبعد ذلك هذا النمط من التفكير أو الرد سأتحدث لك هذا الرسول كما قلت رزقه تحترمه وهذا طبعا الشيء يجب أن نتفت إلى حقيقة قل ما أشاره إليه أو ما سمعت أحد أشاره أن هذا الشخص ولد هذا الأمر لم يكن ممكن أن يحصل لولا أنه ولد وسط قبيلة كانت أتى أخلاق مختلفة أخلاق ترفض الغزو والسبي والظلم والتسلط والأدوان وأنا أعتقد هو هذا السبب الخلاف مع محمد بل ربما كانت هذه الأخلاق التي تصف بها كما قريش من الذين كانوا مسؤولين عن دار الندوة قبل ظهور الإسلام هؤلاء كانت نقطة ضعفهم الكبيرة أن لديهم هذه الأخلاق التي ترفض الغزو والسبي والنهب وهذه النقطة هي التي سمحت في أن نقطة ضعفهم سمحت لمحمد أن يستثمر هذه الصالحة بشكل كبير جدا فهو كما هو معروف يعني ليس إسرار هذه لكن قليل يقومون هذه المقارنة أنا أعتقد أن لا أول مرة سيقومون هذه المقارنة هسا جاءت فترة هسا جاءت على بالي بصراحة هو محمد اخترق كل الأعراف السائلة في زمانه وهي هاي الأخلاق التي يقول أتيت لأتم من مكارن الأخلاق وهو الأخلاق التي يفهمها هو بدل أن نقض كل الأخلاق القديمة أو الأعراف القديمة منها الأشهر الحرم قال ما عندنا أشهر الحرم وقال أقتل بأي زمن أو بأي لعضة ما كتلت أشهر الحرم معروف أن القبائل الأخلاق لديهم أشهر الحرم ناس التي تعيش مقابل حرب 20 ساعة السنة كلها طوال الحياة ما ممكن فهذا الناس يعني حقلانيين يعني قلنا نسوي تتشر يحرم فيها القتال والعنف يعني حال جميل بالعكس سنة يعني بذاك الزمن يوجد اتفاق هذا الاتفاق فالشيء مطبيعي المهم هذا نقضة محمد هي واحدة من الأخلاق التي أتا بها محمد الأخلاق التي يقصدها هي قتل الأسرى مثلا أنه ما كان اللي بي أن يكون له أسرى أيضا كان هناك لديه سبيل النساء مثلا سبيل النساء مو بس فقط سبيل النساء أيضا أنه بعض الراحل بغزوة المصطلق الناس أسروا نساء أسروا يعني الناس غزوا منطقة بدون إسلام مجرد نهب وغزو وسلب لا شيء آخر من يكونوا تراجعون هاي غزوة المصطلق تعرفون تفاصيله ما بها لا دعوة الإسلام ولا كده مجرد ناس غافلوهم بليلة ضلمة دخلوا عليهم نهبوهم وسلبوهم والرجال انتبهوا ونهزموا بقت نساءهم خطيئة وأطفالهم ونهزموا بسلمين الأبرار الأخيار يعني العلماء ونهزموا نساء وكان لنهزموا وكان وكان مجرد نساء كان بالعرف أنهم نسبون النساء يقتلون نزوجها ويطب عليها سبب مرت لكن المشكلة أن هؤلاء يعرفون أن أزواجهم ما زالوا أحياء فاستشكلوا بالموضوع فسيلا ومحمد نزلهم وقال ما ملكت أيمانكم لا ديروان محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فقال دون سبراحتكم متزوجة ما متزوجة ما لا علاقة فهو كسر عرف أيضا عد الناس الجاهلين أو اللي يسمون بالجاهلين وقال خلاص ودامت زوجة المتزوجة كانت زوجة كانت زوجة كانت زوجة تستحق الجلت المتزوجة حتى لو برضاها ومارست معها الجنس فأنت اعتبر زوجة لكن إذا كانت متزوجة في مكان آخر أو سبيل فمارس كما كنت فشتعنا يعني شوفوا ما الفرق بين هذه الثنين يعني يعني هذه موضوع فهي الأخلاق التي أتى بمحمد هذه هذه الأشياء الأساسية أيضا تحريم التبني لأن الناس كانوا أطفال والأيتام تحرّب التبني لسبب حاجة خاصة به لأنه يعني 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 زوجة ابنة اللي أجبر على زواج بنتها بس من شافة أجبتها وها موجودة بالقرآن يعني لما قضى منها زيد وطرة الأخلاق النموذج الثقافي والأخلاق الآخر هو عدم احترام عقائد الآخرين والتشنيع عليهم واستهزئ بهم وهذه مشهورة يعني قرآن بأكمله مليء بهذا الأشياء أخلاق قريش طبعا يعني كما معروف أن هؤلاء كانوا يعني يرفضون يعني يرفضون التعرض لأملاك الآخرين وظلمهم وسبيهم وغزوهم لأنه يبقوا جاي هاي الأخلاق لأنه هم يعني ناس بقمة القنم لا لأنه هم ناس تجار وهذه تجارتهم ما أجت مجانا يعني موقع قريش ووجود الكعبة وما إلى ذلك هاي التفاصيل كانت مركز تجارة يرجون الناس وكان موقع ديني لا بد أن يكون هذا الموقع كأي موقع ديني محط أنظار الجميع محط زيارة الجميع لا بد أن يكون مكان آمل مستقر لا يمكن أن يغزو أحد لهذا كان وجودها يعني قريش بأكمله كان وجودها قام على حسن علاقاتها مع القبال الأخرى ما حصل ما حصل هو عكس المتوقع أنه ظهر من بينهم واحد اسمه محمد أشعل فتيل الصراع لماذا؟ لأنه رفم أول سبب العميق محمد محمد بلغ الأربعين وكان يعني من يعتبر نفسه من القيادين أو الكبار وابل الحكماء ومع هذا لم يقرر أبو جهل وكانوا ب دار الندوة أبو جهل وأبو لهب ب دار الندوة وأيضاً عمر من خطاب كان ب دار الندوة فرفضوا أنه يضمون لأنه يعتبر أنه الذي يدخل دار الندوة ويتجاوز الأربعين عدا عمر بن الخطاب وأيضاً عدا أبو جهل ابن هشام عمره ابن هشام باسمه حتى نسانا اسمه دخلوا بسكن ومبكر لأنه كانوا من الأفكياء يعني من العرب المشهورين والحكماء فهذا سبب جرح نفسي وشخصي لمحمد ويبدو وهو تحلف بهم وضمهم وهذه الضمة والذي صار أنه يعني اخترق أخلاق قريش ولها لأنه كما قلت أنه وجودها كان قامة لحسن علاقاتها بالآخرين هذا أشعل يعني رفض محمد في دار الندوة أشعل الصراع الداخلي على السلطة بين عائلتين من أو من بطون قريش العشرة أو الاثناء أعتقد وأبرس بطنين بطني بني هاشم وبني أمية وهم أولاد عمد الأجداد الإسلام بالتالي سيتضح بأن الإسلام ظهر بنتيجة خلاف بين عائلتين بين بني أمية وبني هاشم وهم كلهم أولاد قصية فالإسلام فالإسلام بالتالي ليس دين حقيقي لكن دين سياسي دين ظهر بسبب خلافات سياسية داخل هذه داخل القبيلة وأدت إلى هذا نشوف الصراع بينه مجموعة من الأقطاب البيت الأموي والبيت المخزوم أيضا اللي هو عنده خالد بن الوليد وأبو اللي تحدث عنه شانعك هو الأبتر وأيضا البيت الرئيس الآخر هو البيت الأموي والهاشم هذه هذا الأمر بقد تتحكم به يعني هذا الخلاف والصراع إنه إسلام ليش مو دين حقيقي إنه هو دين سياسي هو هذا الأمر يعني هذا الدين ما زال حتى هذه اللحظة هو دين إلى علاقة بدولة قريش ومرتبط رباط جوهري وعضوي لا يمكن فصله عن دولة عن دولة قريش وأحفاد دولة قريش حتى هذه اللحظة شوفوا حتى الآن حتى أبو بكر هذا أبو بكر البغدادي الهاشمي المقصود أنه هو أصل من قريش الهاشم وأيضا يأتي كل يعني الملوك موجودين والرؤساء حتى صدام حسين الجغالاني أصلي هاشمي ومن قريش المهم دين الإسلام أصبح دين سياسي إلى علاقة بالخلافات والصراعات السياسية داخل قبيلة قريش وما زال هذا الصراع موجود وما زال هذا الصراع موجود لحد هذه اللحظة يقولون الشيعة موجودين ينادون بالحكم وما إلى ذلك وعبيد بالملايين تتبحهم يعني مخصولة أدمغتهم المهم هذا الدين هو ولد يعني أصبح يعني دولة دولة قريش هي دولة هي هي أتدين اسم الإسلام هذا الدين يفرق بين البشر وهذا الدين تحكم عشيرة بالله مثل حالة اليهود اليهود يعتبرون أن الدين هم دين خاص باليهود فقط الإسلام يعتبر دين خاص بقريش فقط ولا يمكن أن يأتي حاكم من خارج دولة قريش أو قبيلة قريش لأنه لا يعني فهذا العصبية مختلطة مع الدين فقط حالة واحدة الدولة بني أثمان وبسبب القوة والضغط والإجرامها المشهور راحوا يعني اختاروا أبو حنيفة مثل أبو حنيفة إنه الوحيد الذي يشرق وجود شخص من خارج دولة قريش يحكم المسلمين وهذا الحالة نادرة وحتى أبو حنيفة ظل مضطهد ومؤظم الدول تلاحظون الغير عربية تختار أبو حنيفة وتمشي على المذهب الحنفي وأيضا سر انتشار بالمناسبة يعني المذهب أبو حنيفة مؤظم كتب الحنفية الفقهية غير ما زالت مخطوطة لحد هذه اللحظة وأغلبها لم يتم نشرها هذه ملاحظة تتعرفون ليش مذهب أبو حنيفة بقى مهمش بطريقة أو بأخرى ما أعرف يعني لهذا الأسباب وهذا من الأسباب المهم بقت دولة قريش تحكمنا حتى هذه اللحظة ما زلنا نعاني من صراعاتها الداخلية حتى هذه اللحظة وهناك كثير يعني الفرق وين أنه وشلو المشكلة وشلو اللي صار أنه اليهود يعني كانتهم شعب واحد كما قلت هو هذا اليهود مالتهم الدين مالتهم ما يطلع خارج حدودهم لكن الفرق أنه بدولة الإسلام أنه دولة قريشية لتحكم وبالإمكان أن ضم جميع الآخرين واعتبارهم عبيد لهذا الدين وأتباع ومؤمنين مطيعين صالحين ومسلمين يعني يطبقون الشرعاء هذا الفرق الوحيد أنه يقول لك لماذا أظل يعني الوحدي لا أجيب العالم كله أضم إليه تحت أباطي وحطها بحضيرة الدين وحكمة ويعني وحط بكل شارع وكل قرية وكل زقاق جامع وخلي به شيخ وعطيه فلوس وصوي عملية دعائية مستمرة يعني غسل أدمها مستمرة وينتهي الموضوع وهذا ما حصل فعلا يعني سيردون على الناس من هؤلاء المغسولين الأدمغة ويجاوبك ويقول لك كذا بدل ما ينقشك بالمواضيع أو بالتفاصيل ويقول لك ندرب بالحوار ومعرفة ويحاول لك كذلك كثير من السدج والعبيد السطحيين هؤلاء اللي جاهزين فقط للتبرير يبررون هذه الممارسات اللي أخلاقية بقيمنا المعاصر طبعا يعني لا أخصد قيمهم ما تعرفوا ذلك كان موضوع مختلف يعني اللي حدثت سابقا لأننا جعلناها قاعدة أخلاقية لا تمس لازم نحن نتحول إلى ناس حقيقيا وناس لدينا ذات وكرامة واعتزاز بالنفس وبكون بشر لابد أن نقر بأنه نقر علنا بأن هذا اللي حدث بشع وقبيح وشريع إنكارها لا يجوز لأنه هذا التاريخ اللي جاءنا لا تنكر هذه تنكر غيرها فعالية متساوية كل هذا التاريخ اللي جاءت يعني يعني يأخذها كلها يعني ما بها مجال فهذا الموضوع لابد أن يتوقف عنده والناقشة التبرير للرسول وما فعله أصحابه هو وأصحابه بحجة أنهم كانوا مضطرين ويحافظون على بقاهم هذا ما ممكن تبريره ولا حجة ضعيفة ويعني تعرف بدليل حتى الذي يعتج على كلامنا يعتبرها ضمنا أن هذه الحجة يعني منكرة ومرفوضة لكنه ما يفعله يتخلص الموضوع يغيره يقوم يهاجمك لأنك تتحدث على هذا الموضوع وأنت عدو الدين وأنت كذا وهذه القصص المعروفة ثانيا هذا الاكتداء بالسلوك أولئك الأنبياء والمقدسين معناه أنه أو أن هؤلاء ناس يعني أن هؤلاء ما مهيئين يشون وسط الناس أو من يقف مع هذه السلوكات تقصد هذه الأخلاقيات يجب رفضها تماما ومن يفعلها سابقا منهم الأنبياء والصحابة ومن يقف معهم حاليا هؤلاء لأنه أناس خطرين خطرين على الأمن العام خطرين على أنفسهم أيضا وعلى أهلهم بدليل هؤلاء داعش والتطرف الموجود المنتج التطرف والإرهاب الموجود تلو المناسبة هذا مصطلحات حديث الإرهاب الموجود لا من 1400 سنة الإرهاب موجود ليس جديد 24 ساعة حرام مستمرة حتى الأبو الذي غيرت الأشهر الحرام هو من لغاها غير الرسول لغاها والقرآن لا يوجد صراحة منه 1445 سنة في قلوب مستمرة وسنستمر هكذا يعني إلا هذا الموضوع بعد سأقول أنه ليس قصد أنه هاجم إسلام ولا دين أنا أقصد الآن أسوي فرشة سأقول لكم هذه هي الحقائق الموجودة حاليا وعليكم أن يعني ما نقدر بعد نستخدم ثقافة الاستنام التي سأتحدث عنها بعد شوية آرب سيقول بعضي أنه يكررون عامة وجاهزة طبعاً بدون تفكير قالوا أن الرسول قال جئت مهمة أمثلة عن أخلاق فأصدّع تلك ثقافة ما هو الأخلاق التي تحدث عن الرسول وذكرت لكم أمثلة إليها وسأ أذكركم أمثلة أكثر يعني أن شخصة عندما تحدث عن الإخلاق أفتهم بوذا عندما تحدث عن الإخلاق أعرف أكثر وصدام حسين عندما يتحدث أعرف هتلر عندما يتحدث عن الأخلاق أو أبو العباد السفاح مثلاً الذي لم يجعل البشر حتى بني أمية صحيح هم قتلوا آل البيت لكن أبو العباد السفاح ليس قتل حتى الرضيع العمراء يوم حتى الحامل لا طفل لا امرأة لا من بني أمية مسحهم مسح لو لا واحد فقط عبد الرحمن الداخل انهزم بآخر لحظة أخونا نذبح القتر في أبرو النهر الفرات وقتلوا بقى فقط شخص واحد فقط مثل ما بقى أبو زين العابدي لكن بقى النساء والأطفال بقى وكلهم يعني كثير من أهل البيت يعني الأعمام والأولاد الحسن بالعشرات بقى ولكن اللي صار بني أميه يعني إذا يعني راحوا وما اتهوا بعد ماك واحد يطلع له على كل حال راح أطلع الفقر هل نحن بحاجة لإحياء الدين أو علوم الدين؟ هل نحن بحاجة لإصلاح الدين؟ تجديد الدين كما يقال؟ أو النهور بالدين؟ يعني في فعل النهضة كما تسمى النهضة العربية النهضة الدينية الإصلاح الديني؟ هذه كلها كلمات مزيفة وتتضمن فكرة إعادة إحياء الدين يعني عندما الغزالي، الإمام الغزالي يعني قبل ألف سنة يطلع يقول لابد من إحياء علوم الدين يطلع لك أربع مجلدات ضخمة إحياء علوم الدين لذلك هو ميت حتى تهيد؟ لذلك ماذا يخصد؟ ما هو أي شيء اللي راح تحيي؟ راح تحييها يخلق الغزو والسلب والنهب اللي تحدثنا عنها ببداية إنه إحياء علوم الدين يشتحي تحيي السلب والنهب والقتل واتهام الآخرين بالكفر وبما يجيز لك أن تفعل مات الشعبهم إصلاح الدين إذن وما يشبه هذه الأبارات هي إعادة إلى الناس تقدم للأمام يعني أنت ماذا هو إصلاح الدين؟ إعادة النظر بالدين إحنا نريد هو بأكمله هذا الدين الموجود إحنا بحاجة ليس لإصلاح الدين والأصالة والتجدد يعني يقول لك الأصالة ترجع للأصالة وتتجدد تتجدد بالناكل هذا كلام سخيف وتافع شبعنا بي وصار أدنى كأنه حقائق ملموسة وحقيقية لا كلها كذيب ما هو الدين الصلحة؟ هو كلها خربانة ما هو صلحة؟ نريد أن نتخلص من الدين أن نخلق الدين جديد أو شيء مختلف الحقيقة هذه كلها شعارات ومشاريع قاتلة وهذه الشعارات طالما خرجت يعني خرجت جماعات لتنفيذها مرة باسم داعش مرة باسم أخوان وهذه عشرات الفرق الشيئية والسنية اللي طلعت بطالبان هاي بس زمننا إحنا إذا تحدثت لكم عن زمان السابقة تعال يراد أن السنة ما نخلص بس تعداد أسماء الفرق اللي طلعت الإرهابية أقول حان الوقت لأن نصحوا ونجدد ونصلح أخلاقنا قبل ديننا وأن يعلم الجميع أن هذا الأمر بات يعني لا يمكن التراجع عنه هذا أمر بات يتضح بقوة مهما حاولنا إنكار الواقع وما يحدث أن علينا الآن حتى نتخلص من هذا الواقع المر أن نواجه الحقيقة المرة أولا أن يؤوب كل مننا إلى رجلة أن يفهم أنه يبرر القتل والسلب والنهب والفساد في الأرض وليس لما يسميه بالقيم الإسلامية أو يسميه القيم المحمدية هذه دعوة من عندي لرفع الغشاوة عن عيوننا ورؤية تاريخنا الحي حتى هذه اللحظة بعيون مفتوحة وليس بعيون مسحورة تخشاها رياح المذاهب والعقائد الفاسدة والانحيازات العاطفية أصل الآن إلى فقرة فقرت ثقافة الاشتناب الدينية المنحطة هذه الثقافة هي السبب الرئيسي الذي خرابنا هي هذه اللي علمنا عليها الكهنة والدجالين فأنا أرى أن هذه الثقافة الاشتناب ما راح تنفع بعد الآن كانت نافعة في زمن مضى لما ما كانك تواصل بين الناس الناس ما تعرف تقرأ الأغنبية الجهل وفقر مدقع وظلم واستبداد وأماكن محصورة ومتنائية هذه الثقافة ثقافة الاشتناب اللي أشاهدتها هنا هاي شلت تفكير الناس ولكن هناك من تخلص من لعنتها وبصراحة كانت ثقافة ناجمة كما قلت بأسصور هاي مضتك كانت الناس ما يقرفون شون ما يفهمون شون اللي يسير الآن في عصر اليوتيوب والإنترنت والهاتف الذكي والسمارتفون ما ممكن بعد ما ممكن تتجنب الحقائق الآن أذكركم أنا من زمان أعرفها قبل 30 سنة أعرفها كل هاي اللحظات اللي صارت بالإسلام المبكر وزمن البأثة من ظهور رسول كل أعرفها لكن منه كان يعرف الآن بدأت صارت عادية كل الناس أعرف اتخيلوا نتائج هذه اتخيلوا نتائج التهرب من مواجهة هاي الحقيقة هذه أمر لا يمكن تجاهله ولا يمكن التغاضي عنه وعلينا أن نشوم رائعة الجيفة اللي بدت تتعط وتفوح قباحاتها وصارت على لسان الجميع لا نمكن أن ننكر هذه المسألة لأن الناس ارتقت ثقافية وحضارية صحيح الناس ما أتى آليات التفكير المنهجية الصحيحة لكن بدأت تعرض وتشوف إنه خائف شروع كوهارت عايشين بها كنا أو مؤمنين بها ويراح نربيها ونوصلها لأولادنا وأجراننا اللاحقة وهذه قضية ما نحتاجها فالبعض الأغربية الآن تحاول تغطي وتلفلف وتدور لكن لا تمناص كما يقال يعني فات الوقت اللي يفعل الرجال الدين رداً على هذا الموضوع هو تعودنا كانوا دائماً يصرون على طريقة كلاسيكية تعودنا على هذه الرائحة منتنا بنظرية الاجتناب أو ثقافة الاجتناب وهذه طبعاً ثقافة إسلامية خالصة ودينية دائماً يستبعوها وأنه يكرر عليك الحال وموجود دائماً قربك في البيت في كل مكان يسيطر على رزقك يتحكم بأموالك يتحكم بوضعك الاقتصادي بعملك إذا ما ترتكب شيء أو تقوم بشيء لا يجبهم يحاولون يعني تشوي سمعتك وتحييدك ومرة في أقصر أحوال يفتون بقتلك وهدر دمك هذا العملية تشوف الرجل الدين طيب ولطيف لكن لا هذا كلام مو هذه النظرية هي اللي كانت يمارسوها ويطبقوها براسنا ما كان يطبقون الإسلام الصحيح كما تتوقعون كان يطبقون نظرية بمعطلة القطيئ الصحيح لا يوجد شيء يطبقون إسلام هنا قطيئ صحيح فقالت أنك موضوع من القطيئ لأنك خارج الملك خارج الجماعة والخلافات ليس بين أن هذا الإسلام أو الإسلام الآخر لا، القضية أن هذا القطيئ الصحيح وأن قطيئكم غير صحيح هناك القضية خلاف بين قطعان بين رعيان ليس بيننا القطعان هم خطيئ مساكين يعني ماكولين مذمومين مذبوحين مصلوخين ويحمدون رب الله شكروا فوقها يعني كأي دجاج يعني بأي مكان بالزبالة نفس الفكرة يعني فهذا القطع في تنستان ما كان أمام يعني كانت السلاح تكتيكي وستراتيجي جميل ومازال يعني يعني لا تسألوا عن شيء يعني يضركم يعني فماكوا داعي فهذا كان حل جميل أنه تخلصون من كل هذه الأشخاص إلى المزعجة والمحرجة وهذا هو اللي خلانا نعيش في سافر الأمم وهم يعرفون طبعا تماما أن حل أي مشكلة يستوجب أولا الاعتراف بها وهذه طبعا منتيجتها راه يعني كوارث هما ما لهم أي قبل به أو بتحملها الآن الموضوعين أو ثلاث الأخيرات هل الدين حاجة فعلا؟ أنا أقول أن الدين هو حاجة فعلا صحيح لا يبدو أن الإنسان بحاجة إلى شحنة روحية إلى انتماء للجماعة التي يعيش داخلها لأنه بدون الانتماء إنسان ما يولد إنسان كائن اجتماعي إنسان يولد يحتاج أب و أم يراعونه يحتاج مجتمع يعلمه فهذا هو هذا الدين لدي حلقة الدين هو القطيع حتى ترى لا ترى هذه الحاجة هي بالضرورة موروثة هنا قضية للفرق إنه صحيح دين حاجة لكن هذه الحاجة هل هي موروثة؟ تأتي بنا من الزمان؟ لا بالإمكان وهذا يصبح فعلا للعلم العالم الآن يشهد ظهور أديان جديدة يوميا وحتى بيناتها أديان تحرز نجاحات بطبيعية نجاحات هائلة عشرات بالمئات الملايين هذه القديانية قديانية اسمها ذاكية القرية أعطتهم مئة مليون تابع هم ظهرت مصر 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 أربعين خمسين سنة مظهر في أمريكا يوميا دين جديدة يوميا مذهب جديد ونرى 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 أديان جديدة يسمونها الروحانيات هذه قريبين من التفكير نمطي الصوفي والتفكير نمطي الهندي البودي هناك من أشخاص يسمى غورو لا أعرف مرة أرى بالإنجليز هذه حلقات ممتازة وأيضا يوجد أشخاص مطبيعي الفكرون بذهنية مختلفة تماما هؤلاء كلها عديان جديدة تنهض بروح الإنسان ويرتق بذاته وبنفسه وأي تنظيم علاقاته معه كل شيء من أروع ما يكون فقط نرى ما اسمه غورو 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 هندي وحتى ضريف مرات يتحدث يتحدث بعمق لذيذ و بلغة عجيبة غريبة ما تعودت عليها أذانا الدين الذي عايشنا وهذا الذي يلقينا عليه هذا ليس دين هذا عملية ترويض يعني هذا الدين يتعامل مع الإنسان على أنه مونسا على أنه كائن عليه الطاعة على أن يتحول إلى عبد يتحول إلى إنسان خالي من الإنسانية بل يغرب الإنسان الذي بداخله عن داخله ويغربه حتى عن واقعه يفصل عن هذا الواقع يجعل كل شيء طبيعي غريب العيون ويطلب التدخل من يتدخل؟ رجل الدين أو الكاهن هؤلاء هم اللي يتحكموا بكل شيء ويدخلوك في حضيرة الدين باسم الجماعة باسم الأمة باسم الإيمان باسم المسلمين الفتنة البدعة ومع ذلك الذين يدخلوك جوه فإذا تفرح لأن الإنسان المسكين لا تعرف يتعيش تشعر بالإنتماء لا تستطيع أن تتعيش وحدك ولا تفكر لا تتعديك أخي أقارب زوجة أولاد عمام هؤلاء هم رصيدك بالحياة فأنت تبدو لهم هؤلاء الناس غربة لا يعرفوه ولا لديك تواصل فهذا الدين مستولى على كلها يعني شبكة محبوكة فما تجد تتخلص الآن فضيلة التواصل وسائل التواصل خلتنا نفهم ونشوف الناس الآخرين شون عايشين هذا هو المفتاح الكبير يخلينا تعالى إنسان كائن يحاكي الآخرين ويرعى وينظر بدقة لما يفعله الآخرون وهذه سيكون تأثيرها الهائل البرعب الذي يخيف الكهنة الآن يقول لك الألمانيا كفر الغرب كافر الكذا كافر أي شيء كافر يمنع السواح يجون لأنه ستتصل وشوف العراق بلد ممنوع من السواح ليش مؤت باطن لا يريد سايجي لأنه ستختلط الآخرين لأنه ستطلع من طورة ستطلع من الحضيرة على كل هذا موضوع ثاني هناك من يتفلسف ويقول لا الإنسان هدين حاجة وأنه وجود ذات البشرية وكمالها ما رح يتحقق مدامة هذه الذات مختربة وتعيش في منفى عن أصلها ما هو الوجود الإلهي يعني نحن الآن موجودين في هذا العالم ليس بالحقيقة نحن مختربين عن شيء اسم الغيب أو الوجود الإلهي يعني نحن الآن غلط فهو قلب الحقائق سوى الحقيقة واقعة أو الواقع غيب وهكذا طبعا هذا التحييز واضح مقدم للدين ومصادرة على المطلوب كما يقول الفلح الحقيقة لازم نسأل كل من يدخلنا بصفصطة الأليان وأهلها قبل كل شيء أيوة يتحدث عن الدين علي أن يقول لي شون هو الدين أن يتحدثنا حتى يعني نضعه على المحك نقول له تعالي علف هذا ما معناه كلمة الدين ما معناه كلمة إله ما معناه كلمة وحي ما معناه كلمة غير ما معناه كلمة إسلام ما معناه كلمة النبي بدقة تحدث له موضوعين فهذه كل هذه الكلمات كلها محد من أدنى أروفة وبالمناسبة ماكو تنين من تفقين على لا من كبار الفقهة ولا من صغارهم عبر التعريف فهذه كل كل كلام غائم وغيوم لغوية تافها ومنحطها نضاعين بها ونتحدث بها ونعتبرها هي طبايا مسلم بها ومفهومة لا هي ما مفهومة كل قواميسنا ومعباراتنا اللغوية غير مفهومة وغاملة وبها ضحك على دقون على كل حال الحقيقة هي ما هو الدين؟ حتى لدي حلقة عن مفهومة الدين ممكن تراجعها بالقناة الدين هو الحكم هو السلطة هو الكهر هو الجبرود هو يعني الطغيان هو هذا الدين هذا معاني كلمة بالعربي لو افتحوا هاي قاموس معاني كلمة الدين بالتاو الدارما الدالهنود والصينيين وحتى المانويين والمسيحيين يجي الدين أيضا معاني ريليجين هذا اليهود الدين نفس معاني العربي تقنية الدينو الذي يجي معاني القضاء والحكم والسلطة الطريق أيضا بالنسبة للدارما يعني كلمة الدين عند الهنود عند الصينيين أيضا كلمة تاو أو كلمات أخرى لكن عمونا تعدي سيجي معاني الطريق أو الصراط بالزلادشتية مؤلم التعريفات هي كلها تتحدث عن طريق رومانيا ريليجين أي ربط يعني أو تربط بين الناس يعني عملية ربط بين يعني جماعي أيضا مسألة لها علاقة بالحكم والسلطة أي أنه بالنهاية الدين هو حاجة اجتماعية حاجة اجتماعية الدين هو حاجة اجتماعية وبدل ما الدولة هي حاجة اجتماعية فالدين حاجة اجتماعية وحتى لو ابترضنا أن هذا الدين هو حاجة فعلا فهذا ليس بالضرر معناتها أن نأخذ الدين هذا الموروث الذي يطلع بالصحارة و يسبي و ينهب و يخزو على الناس بطريقة بخرى هذا العبد الامر الواضح للناس وإلا أصبح استخدام المفردات و المفاهيم يعني عملية لئب و ضحك على الزقون و واحد ضحك على الثاني و منابزات سخيفة و محاججات لا معنى لها و مجرد مغازلات للحكام و كهلة هذا الزمان و أيضا محاولة تصيد أفكار و تصيد فرص يعني لكن بالنتيجة هل كل هل خاسرين من يفعل هذا راح يكون يعني يدمر مجتمع و هاي النتيجة يدمر مجتمع بعد ذلك حتى أولاده و أحفاده فمن يربح اليوم لسبب تافه أو لتيجيد قضية تافه و أخلاق تافه و مقبل رجال الدين أو أتباع رجال الدين فهذا راح يدفع ثمن هو و أولاده مستقبلاً يعني أكيد ما تخبرناها الآن سيتحدث عن الفرق بين المؤمن الفرفور و المؤمن الصرصور بالطبع الإنسان ما يهتاج أن يثبت بأن المؤمن عموماً هو إنسان لا يقيم للعقل وزن ولا يقيم أي اعتبار لهذا العقل و العلم أيضاً إن تعارضه ولو قليلاً مع إيمانه الدليل أن أمثالي ممكن أن يذكرون الحقاق مثل ما هي وبالتأكيد ما سيلاقون الترحيب و سيرفضون بينما هناك شخص يدعو للأنف وتكفير الآخرين مثلاً و يفرق بين الناس و يعني يصنفهم عسب مشيئته إلى صنفين معي و ضدي مثل هذا القنابي الذي أدى مليون متابع مثلاً يعني هذا هؤلاء اللي يتابعون اللي هو عتم عقل كان فهموا أنهم ما يتابعون هذا اللي يقول هذا المتعصب جنيه لأنه يعني مو يتابعون لأنهم يفهمون ماذا يقول لا لأنهم لا يفهمون ما يقول هم فقط تعودوا على سماء هذا الكلام وهذه الأبارات وهذه الأقوال يعني من أيام الطفولة هو يعني داخلين بحضورة يومية يسمعوا نفس الكلام هذا ما يفعله فقط يعطي سياقته وقدمهم نفس الأبارات ونفس المفاهيم فهم مثل واحد يسمع أغنية مكرثوم طول عمره فأنت يسمع مثلاً أدالة هو الإنجليز يقول كيف نعلم؟ لا يفهم حتى لو تحت أغنية هؤلاء المطربين ما يعرفون ما يسمعهم العرب فأنت يقول كيف أغنية مكرثوم طول عمره لا يستطيع أن يفهمها فهو نفس الشيء فهو تعود على هذه اللغة لا يفهمها ومثل ما يسمعونها لا يفهمها فهي نفس العملية فهذا تعود على هذه اللغة ويعتقد في هذا العمل فهذا يعطي رأسي فهو كلام جميل يتقل العف وهكذا أما مثل واحد مثل عشرات بالمئات بالآلاف أو يتبعون هذا الاتجاه فهو كلام مزعد يراد لتفكير يراد لتعب بلغة جديدة بمصالحات جديدة بكثير يراد لجهد لا يوجد أي خلق هو عايش حظية الدين ويومية نفس الكلام فأخي قال لماذا تعب حالي خليني من هذا اللغة وهذا خطر وفعلنا نحن خطر يعني هو محق نحن خطر لأنه يجب أن يفكر والتفكير بمشاكل وهذا يجب أن يفهم وفعلنا نفسك وحل وحل أحسن ورد نفسه قضايا لا أعرف الشيء هذه الفكرة كما قلت وهذا يختارون تكتيك السهل والذي يلجأ إلى غالباً الأخبياء والجهلة أو حتى القتل المسألة بسيطة القتل والإجرام والتعصب الديني مسألة مصابة يعني أي شخص متعصب يعني ليس قضية يعني لا تعتقد أنه مجاهل عظيمة لا أبسط شيء وهؤلاء يختارون الحل السهل كما قلت مهازمة من التحدث من أمثالي حتى لو كان هذا المتحدث يمكن النصوص وحوادث معروفة بالتاريخ يعني ما عليها خلاف لكنه لأن أنت تحدثت وذكرتها سيهاجبك من المفهوض تستر وتضنضم الموضوع لأن هذا يجلب الفتنة ويجلب كذا وكذا يبطل مناقشة أصل القضية التي أصبحت مؤلنة يعني ليس مثل قبل هناك قرية بعيدة عن بعضها ولم يتأثر يعني تغيرات بطيئة جدا الآن حادث صغير بأي دولة بالعالم المهم هؤلاء يؤمنون بتثقافة الاجتناب ومؤظم أو أعتقد السبعين من المية من الذين يردون علينا هؤلاء يتبعون ثقافة الاجتناب لكن لا أبشرهم لا أبشرهم بالشيء السيء بأن هذه الثقافة لم تعد نافعة ولن لا يمكن لها أن تستمر وعليهم أن يواجهون الحقاق الآن قبل غد لأنهم سيواجهونها أولاً وآخر فإن يواجهونها الآن أفضل ما يواجهونها غداً ليس مهم لأن نذكر الحقيقة أو نتمعن به المهم الخطورة أقصد بأن مواراة هذه الحقيقة والاتفاف عليها هذا ما رح يصلح وهو بالعكس هو اللي يثير الفتن وعكس ما نتوقع الآن بدليل أن مشاكلنا لا إلى أولها ولا آخر لأن نعود إلى فتن قديمة ونجددها من جديد فأحنا نقشى ظهور الفتن لأننا نقشى بالحقائق ونأتي بالحقائق القديمة ونطبقها سراً يعني داعش يطبق الحقائق سراً ولكن ورجال الدين يطبقون هذه القيم القديمة سراً ويتحدثون عن إخلاق والتسامل والحقوق الإنسان يعني وكأنما يتحدث كأنما هذه المواراة وثقافة الاجتنام التي نعيشون عليها كذباً وزيفاً جالتنا في بصاف الدول العظمية يعني حققنا كل الخير من ثقافة الاجتنام التي علمنا عليها رجال الدين أو الطين أو الفساد في حين كان يفترض الاعتراض على من يرتكب الحادثة السيئة ومهما كان هذا الحادث نبي أو إنسان عادي المهم هذا السيء الأخلاق السيئة هي أخلاق السيئة لا تعريف آخر إليها القتل والسلب والنهب والغزو واقتصاب النساء وإنتهاك الأعراض هذا ما يحتاج له يعني حتى أقزام أفريقيا يرفقونه فاللي يقبل هذا باسم أو تحت شعار ثقافة الاجتنام هذا إنسان أحمق بل سيء بجميع المعاني ولا يصح أن نفتح له أبوابنا ولا أن نترك له فرصة لأن يعيش فيما بيننا بشكل مرتاح وبطريقة تؤثر على الآخرين وتفسد أخلاقهم هذا إنسان لا يرى شيء عن دينه أولاً ولا نبيه ولا قرآن ولا يرى شيء عن صحابة هذا الدين هؤلاء كلهم كانوا أملاك وسبي وقتل وسري ابنه وسأتحدث عنها بعد شوية كل ما يعرفه هؤلاء أنه يروح للجامة ويصلي ويسأل عن هذا أدخل بالرجل اليمين أو اليسار بعضهم يسألون أسئلة تافة هل يجوز أن أضاجع زوجتي عاريا يعني أو هي تبقى عاريا فكلام سخيف وتافة يعني حتى الأطفال يعني أتمنوا من الوعي أكثر من هذا على كل حال أتحدث عن أبو جهل وأبو لهب لم يخرجا لغزو ونهب وسبيل آخرين أبدا الآن نجي على موضوع أبو جهل وأبو لهب إحنا كمان نعرف جميعاً هذا أبو جهل وذاك أبو لهب ناس سيئين زين ذلك السببوا هل سلبوا هل الغزو عشار الأخرى هل دخلوا على الناس وسبوا نسائهم وقتلوهم هل كانت لديهم عشرات النساء والجواري هل كانت قريش بأكملها بزمن البئثة أول ما طلع الرسول كانت تغزو القبائل الأخرى هل لديكم حادثة تتحدث عن هذا الشيء يجب أن نذكر الحقائق كما يقول أبو جهل وأبو لهب هؤلاء ناس أبو جهل وقتل أهلها وقتل أبوها وأخوها وزوجها وطبعا لها نكاحها بنفس اليوم مثل ما حدث مع في حادثة صفية أبو جهل أبو جهل ويقال أنه هي نفسها لدست السن بشات قبل وفاة الرسول فهذه أيضا يعني كثير جوائرية مثلا هل صار الزوج الرسول دخل غزو أهلها كانوا نامين خطيئة غافلين وآمنين دخلوا عليهم المسلمين الأبطال المجردين وغزوها وقتلوا رجلها كانت شابة عمره 20 سنة يعني غزوة بني المصطلق يوم المرئيسي هذا شيء منها هذه كانت من زوجة ابن عامها اللي هو ابن صفون هذا الدافر عنها من قتل من هذه الغزوة كان هو الشيخ العشيرة وأول ما أجدت كرهتها شابتها واقفة على الباب جاي على الرسول قلت له أني محصة واحد ما أعرف اسمه ودخلت هذه أكيد راح تعجبها شابتها حلوة وكل شحبة كانت أحلى من نساء الرسول فقالت هذه عرفت فورا أنها راح يأخذها أيضا هذا الزواج كان الناس آمنين هل فعل هذا ابو جهب؟ المغيرة أبو الوليد المغيرة هل فعل هذا واحد من أو كما دار الندوة؟ لا هذا كتب التاريخ أمامكم كلها جبوله واحد شون اللي سوا ابو لها؟ شون اللي سوا ابو جهب؟ حتى ابو محمد وابو طالب شون اللي سوا يعني شون الشيء السيء اللي سوا أو شيء مقارن بما فعله محمد ولو هل قد زين هو أصلا محمد ما لقى هو انتهى كل أعراف القبيلة السابقة عليها وأخلاقها ودأتا بالأخلاق جديدة تماما وأيها الأخلاق شنو؟ بدأ أول ما التغيير صار ضرب عشير تنفسه أي أنه هو قطع الطريق عليهم هو اللي قطع الطريق يعني مغيره فهو أول ناس بدأ تغير هاي الأفلاق كان ضحيته هم أهله اللي اتربى بيناتهم نفسهم وهذا السبب ربما كانوا ربما كانوا الشلاف بينه وبينهم أيضا صحابة الرسول ما شاء الله كل واحد أدى عشرات الجواري ومئات الجواري وكان حتى بعضهم عندما توفى مثل عبد الله بن عمر كانوا كسرون للذهب بالفؤوس يعني جابوا تل ذهب وأدى ألف جارية وأدى آلاف العبيد والمزارع الأمام علي أيضا نفس الشي ماتوا وأدى أشرين جارية كانوا جارية مخصصة للجنس فقط يعني مو شيء أخر أيضا أولاده كلهم جواري بيعون ويشترون ويداينون يعني مرات اللي يحتاج إلى جارة والدول هي يتفنس بها يعني قضى وقت معها يعني خطية مساكين على كل حال هناك من يتفنوا أقول لك لا الاستعباد يعني ما أتبه الإسلام لا شيء جديد هذا يعني شيء موجود قصدي قبل الإسلام والناس أجل الإسلام بالعكس الإسلام سوى شريعة متكاملة إسلام أصلا انتشر بفضل توسع العبيد والقتل والسلب والنهب هو بيع الشراء والعبيد ومحمد كان نفس يبيع العبيد والأطفال والنساء وبعضهم يوديهم إلى الشام ويرجعوا لهم أسلحة يشترون مقابيلها ومرة اعتراض على أن الأطفال كانوا سبع صراخ بوهدم الغزوات جايبين سبايا نساء أو أطفال قاتلين رجالهم طبعاً دابحيهم وكان بعض المسلمين الأشاوس باعوا الأطفال معجن عن أمهاتهم وكان صار صراخ أن الأطفال يردون يقول مع أمهاتهم مساكين فأنزعج الرسول طلعاً وقال شون يشكوا فقال هؤلاء قالوا لا بيعهم سوية ماكو داعي فسطومي يعني على بدل ما يقولوا يا رحموهم لا هو قال لا بيعهم سوية بيعهم وجوبوا لنا فلسهم على كل حال هذا الموضوع يعني علينا أن نتأمل لابد أن مناقشته لم يعد سر كان هذه الأشياء مكفية الناس لم يقرفوها وبين رجال الدين بيناتهم يتمتمون وكذا لكن كتبهم موجودة الآن وكل هذه التفاصيل ظهرت أنا الآن أتحدث لا يجب أن تصير واحد من هؤلاء التي قلت أنت من عداء الدين وأبدأ أعدد الإسلام كذا وكذا وكذا لا أبدأ أناقش قضية أن هذه الأشياء موجودة أصبحت لا يمكن أن نقرانها وعلينا مواجهتها هذا التعريق هذا التعريق يجب أن نعالج ونعالج ونخطو خطوة إلى الأمام هذه هي الفكرة فقط كيف يمكن أن نتخيل موقفنا لكل أحد يحاول يتلمس طريق الحق والحقيقة إذا كان الرسول رفض على الممارسات القديمة حرمها ومنعها حتى على نفسه حتى يكون قدوة للمستقبل كيف تخيلوا موقفنا الآن كيف تخيلوا هذا الموقف جميل كانت تاريخنا بأكمل اختلف تماما لو لا هذا السلوك الذي سلك منه القدوة الكبيرة الذي نستمد منه كل الشرع وكل الحقائق والذي جاء وأصبحنا تبع له ونعبده ليل النهار هو وإلهه هذه الأسئلة وهذه القضايا لا يمكن تضطيحها يعني ممكن تأجيلها وأجلناها كثيرة ألف سنة لكن الآن حال الوقت الذي يجب أن نواجه هذه الحقائق وعلينا مواجهة الحقائق المرة الرد القاطع الآن أقوله واختب مقول الرد القاطع على خدعة أنه هذا هو دين الفطرة هذا كلام سخيف وتافه وغبي وقصد منه يعني الضحك على الذقون الدين الفطرة هاي أمارات نمطية استيريوتايب حافظيها ما يفقون في المعناها الإسلام هو دين الفطرة إذا كان الإسلام دين الفطرة فشكوا ملائكة صعدة نازلة وتجيب كتاب وتفرض على الناس وغزعه وأسابه والذي لا يؤمن بالإسلام يضبح ويقتل ويدفع الجزء وهذا دين الفطرة لا يوجد على النبي ولا الدين ولا الإسلام ولا فقهة ولا رجال الدين ومدمرين حياتنا وتحكمون بأمرنا وبعد عليه الدين الفطرة إذا كان الإسلام تولد الدين موجود في فطرتك تعيش وتهلم الله يا رايت إذا كنت دين يلا تركوني يلا يلا روحوا الله ياكم ماذا متورطين كل هذه المشاكل على كل حال شكرا جزيلا وإلى اللقاء غريب مع السلامة أتمنى أسمع أراكم بصدقة مع السلامة